عيسى لك قبل ما اطلع فاصل جلال اعلن عبدالله السعيد عندك معلومات اعلن عبدالله السعيد عبدالله السعيد عقده مع برامج زمال احمد انتهي الموسم القادم لكن كان اول ما جرى رمضان صبحي خد 33 مليون فعلشان عبدالله كان في اتفاق ان محدش يعد الرقم عبدالله فاخده جزء من الفلوس بتاعة الموسم التالت حطوه على الموسم التالي عشان ياخده زي بعض دلوقتي علشان تحرك عبدالله للزمالك لازم يشوفوا قلية الموسم التالي ده والمستحق الباقي قد ايه العقب الكاؤد ان الادارة المالكة لبيرامجز تتمسك تماما ببقاء عبدالله السعيد ولاسة الادارة التنفيذية الادارة التنفيذية والموضوع عليها محدش يقدر يقول لعبدالله السعيد التالتة كان فدي هيدي القصة في تمسك من الادارة هم عايزين الموسم الجاي ينفسه بقوة على الدوري فعايزين يتمسكه بكل العناصر قد يكون هناك صفقات بيع وشهرة يعني إبراهيم عادل له هيخرج هيخرج بمملك ضخم وسهما جال له هيخرج هيخرج بمملك ضخم في ناس عرضوا عليهم 50% من اللي كانوا بيتقادوهم فهترفض زي محمد آمن منصور قالوا هتاخد 50% من عقدك عشان تجدد قال لهم لا ففضل انه يلعب في نادي الزمالك محمد ريدا بوبو الفيوتشر عايز يبيعه دون الدخول في الصفقات التبادلية عشان كده الأهلي حتى الآن هو الأقرب لضم محمد ريدا بوبو أما باقي الصفقات طبعا أهلي طلب أحمد عاطف أحمد ريفعت الكلام ده مش هيخرج من فيوتشر يعني مش هيخرج من فيوتشر خش بقى الصفقات التبادلية بقى هتجيب فلان لا هنجيب فلان وهكذا زي ما حصل مع الزمالك محمد على يروح طب معرفش مين هكده لكن القصة بتعطي عبدالله السعيد فدلوقتي على الإدارة المالكة ولا يستطيع الإدارة التنفيذية مفهوم بعد الفاصل هسألك عن لعابين المعارين من نادي الزمالك مين فيهم اللي ممكن يرجع ومين فيهم اللي هيكمل لأهرة ومين ممكن يطلع من نادي الزمالك لأهرة أو بيع